اهلا بكم اسرائيل تضرب الزراعة الفلسطينية في مقتل بعد قرارها منع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية عبر الأردن المنفذ التجاري الوحيد نحو الأسواق العالمية قرار تواجه على إثره عشرات الشركات بالضفة الغربية خطر الإغلاق سمعت التجاري الفلسطينيين في الأسواق العربية والعالمية على المحاك والاقتصاد الفلسطيني يواجه مخاسر كبيرة فإلى أين تتجه الحرب الاقتصادية بين فلسطين وإسرائيل وما مصير خطط الانفكاك الاقتصادي الفلسطيني عن إسرائيل في ظل هذه العقوبات الإسرائيلية غير القانونية هذه الأسئلة وغيرها نناقشها في حلقة اليوم من شؤون الفلسطينية مع ضيفي بالستوديو مع الوزير الزراعة السيد رياض العطاري والسيد طارق أبو خيزران صاحب واحدة شركات العشاب المتضررة من القرار أهلا بكما دعونا قبل البدء نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود لنبدأ النقاش تمور مكدسة بالثلاجات طريقها نحو التصدير مغلقة فهذا القطاع الذي يعتمد على تصدير 65% من إنتاجه السنوي من التمور يواجه قرارا من قبل الاحتلال الإسرائيلي يقضي بمنع التصدير قرار سبق شهر رمضان الذي يشهد عادة تصدير أطنان كثيرة من التمور موجود في ثلاجات شركات حوالي قريبا 2300 طن جاهزة للتصدير الخسارة تقدر من 58 إلى 62 مليون شكل في حالة عدم التصدير بحسب إحصائيات فلسطينية فقد بلغت الصادرات الزراعية عام 2018 130 مليون دولار 68% من هذه الصادرات إلى إسرائيل في حين بلغت واردات الفواكه والخضروات من إسرائيل 300 مليون دولار ويساهم قطاع الزراعة بنحو 7% من الناتج القومي ويشغل أكثر من 6% من القوى العاملة الإجراءات الإسرائيلية تاني بتمس شريحة من المجتمع شريحة كمان هي شريحة فقيرة يعني اللي بعتمدوا على القطاع الزراعي في إجمالهم المزارعين هذه ستشكل ضربة كبيرة لهم القرار الإسرائيلي بمنع التصدير جاء مواقعاً من وزير الجيش نفتالي بنت وسبقته قرارات بحظر دخول المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى إسرائيل لترد الحكومة الفلسطينية بمنع إدخال عدد من البضائع الإسرائيلية إلى الضفة الغربية وبدأت هذه الأزمة عقب اتخاذ الحكومة الفلسطينية قراراً بوقف استراد العجول من إسرائيل تتحكم إسرائيل بالمنافذ الحدودية كلها ويتعذر على الفلسطينيين تصدير أو استراد أي منتج دون المرور عبر أحد تلك المنافذ وإذا ما استمرت سلطات الاحتلال بمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية فإن عشرات الشركات مهددة بالخسارة وخطر الإغلاق أحمد جردات العربي أريحة أبدأ معك معالي الوزير إذن القضية بدأت مع منع الحكومة الفلسطينية استيراد العجول من الأسواق الإسرائيلية وحتى وصلت إلى قرار منع تصدير المنتجات الفلسطينية إلى الخارج هل في البداية يمكنك أن تعطينا فكرة عن واقع تصدير المنتجات الزراعية ما هي المنافذ؟ ما هي الاتفاقيات؟ وكيف تتم؟ فقط أود التنويه إلى تصحيح جملة وردت على لسانك الآن أن السلطة الفلسطينية بـ 15-9 هي ردت على قرارات إسرائيلية سابقة امتدت على مدار عدة أعوام لأن القرار الفلسطيني جاء في سياك الحق في الاستيراد من جهة ومسألة ثانية الحق بالتعامل مع المثل مع الإسرائيليين كل الاتفاقيات التي توقعت مع الجانب الإسرائيلي ومنها اتفاقية باريس كانت تنص على أساس أن هناك وجود سوق حر بتبادل ولكن الجانب الإسرائيلي منذ عام 2000 تقريباً يتعامل مع مفهوم السوق الحر باتجاهه أحد إذن منع تصدير العجور يأتي رد على هذا؟ ومن جهة ثانية هناك قرار بالحكومة الفلسطينية لتطوير البنية الاقتصادية وجزء من عملية التطوير هي بالفعل الاستغناء عن السوق الإسرائيلي في العديد من السلع وأن كان بشكل تدريجي ولذلك الاستيراد هو ممر إجباري لبعض السلع ولذلك الرواية الإسرائيلية تحاول أن تقول أن كل القرارات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية وتحديداً وزير الدفاع جاءت رداً على قرار فلسطيني بالمقاطعة ولكن هذه ليست الحقيقة اللفت أن وزير جيش الاحتلال هو من اتخذ هذا القرار هل هناك اتفاقيات يعني تعطيه هذه الصلاحية؟ هذا ما يؤكد أن القرار هو سياسي بامتياز وزير الجيش الإسرائيلي هو جهة أمنية وليست جهة تخصصية الغريب بالأمر أن وزارة الزراعة الإسرائيلية ووزير الزراعة الإسرائيلي يعني هو بغياب تام عن كل هذه القرارات ولذلك في اللحظة السياسية الراهنة التي تحاول إسرائيل أن تستفيد من صفقة القرن أو الأجواء التي سبقت الإعلان بأن لا وجود هناك لسلطة فلسطينية ولا لدولة فلسطينية بنت أصدر القرار وكان نص البيان الذي صدر عنه أنه بمنع يعني إدخال المنتوجات من يهودة والسامرة ولم يستخدم حتى يعني كلمة الضفة أو جملة الضفة الغربية فقط تنحصر على الضفة الغربية ليس أيضا قطاع غزة نعم هذا ما أشير إله ولذلك قطاع غزة لم تشمل هذه القرارات يوميا يدخل من قطاع غزة إلى الأسواق الإسرائيلية على الأقل سلعتين بشكل دائم بمعدل 40 طن يوميا على الأقل حتى هذه اللحظة وأيضا يدخل منتوجات من السوق الفلسطيني في غزة إلى السوق الفلسطيني في الضفة الغربية بنتحاول أن يقول أن الشعب الفلسطيني نتعامل معكم كأفراد وأن الضفة الغربية تدار بأوامر عسكرية صادرة عن وزير الجيش الإسرائيلي نعم سيد أبو خيزيران يعني أنت صاحب شركة لتصدير الأعشاب كيف تأثر هذه الشركة عقب إصدار هذا القرار واليوم نحن نتحدث عن 11 يوما من دخول القرار حيز التنفيذ حقيقة هو تصدير المتجات الزراعية يعني النشاط هو حديث بالنسبة للقصد الفلسطيني وقتاع الزراع الفلسطيني بدأ قبل حوالي 10 أو 15 ثانية وهذا السوق يعني صراحة بني بجهود كبيرة جدا وصلنا لمرحلة وبكل فخر نقولها أنه نحنك فلسطيني اليوم موجودين على الخارطة الاقتصادية التصديرية في العالم العشاب فلسطيني تصوق في سوق أمريكا، في سوق أوروبا، روسيا، في دول الخليج وقدرنا نصل لمرحلة التثيقة من الزبون أو المستهلك أو المستورد الأجنبي هذا طبعا أجب بجهود كبيرة جدا خلال السنوات السابقة قبل كنا في بداية 2006 نصدر مخال الشركة الإسرائيلية بس أنا بحكي اليوم الحمد لله نحن نصل إلى حتى 90 بيالما تصادراتنا هي صادرات مباشرة في مجال العشاب بالإضافة إلى مجال الأصناف الأخرى لا شك أن هذا القرار سيء جدا وقرار لعيم وقرار مدروس من قبل الجيش الإسرائيلي أو سلطات الإسرائيلية الهدف منها محاربة المزارع الفلسطيني والذي هو متواجز في منطقة C ومنطقة G يتشكل نسبة أكبر من الضفة الغربية والمساعد الزراعية نعم، النشاط الاقتصادي الموجود في منطقة الزراعية وبالتالي هذا القرار يسهدف ضعاف المزارع والذي هو عنوان الصمود وعنوان المقاومة في هذه المناطق وبالتالي الهدف أبراعينا هو أكبر بكثير زي ما تفضل مع الوزير هو قرار سياسي ولكن نحن كفلسطينيين يجب أن هذه المشكلة مشكلة كبيرة يجب أن نضع لها بنظرة مختلفة وليست مغفقة مجرد قرار هو وقرار سيء وقرار لعيم يستهدف ضرب المزارع الفلسطيني في منطقة C إذن مع الوزير هل وضعتم خطة كما تحدث السيد أبو خيزران هناك مشكلة وهناك استهداف لإضعاف المزارع الفلسطيني هل وضعتم مع المزارعين خطة بديلة في حال لو استمر هذا القرار؟ والحقيقة منذ أن تشكلت الحكومة 18 في شهر نيسان العام الماضي أعلن برنامج الحكومة الاقتصادي والذي سمي ببرنامج التنمية الاقتصادي الشامل وأطلق عليه برنامج العناقيد الاقتصادية ومن ضمنها العنقود الزراعي وباختصار شديد هذه الخطة التنموية التي شملت ستة مناطق في شمال الضفة الغربية باعتبارها مناطق صالحة لاستثمار الزراعي أكثر من المناطق الأخرى ارتكزت إلى خطة تقوم على توسيع الركعة الزراعية أولا على تعزيز صمود المواطن الفلسطيني وبالتحديد المزارع الفلسطيني وأيضا تعظيم القاعدة الإنتاجية وحماية المنتج ويعني عبر كل هذه العناوين تم الحديث تماما عن كل التدخلات الاقتصادية التي ستدعم صمود المزارع والتدخلات التي ستدعم توزيع الرقعة الزراعية يعني هذا موضوع كبير جدا ولذلك نحن نعتبر الآن أنه حقيقة يعني أنه المزارع الفلسطيني هو الجند الأول في مواجهة السياسة الإسرائيلية الصراع الآن أكثر من أي وقت مضى على الأرض الفلسطينية تحديدا مناطق الأغوار وهذا ما ظهر بما سمي بصفقة القرن باللحظة الأخيرة هل تعتقدون بأن هذا القرار يعني يحاول استهداف هذه المنطقة تحديدا تساوقا مع الصفقة؟ يعني لا شك أنه سلط الغذاء بالخضروات أنا أتحدث في منطقة الأغوار وأيضا التمور بنفس الطريقة يعني منطقة أريحة والأغوار ولذلك هذه منطقة الجانب الإسرائيلية ينظر إليها باهتمام كبير من الناحية الاقتصادية بالمناسبة هذه المنطقة يوجد فيها فقط 2300 مستوطن ولكن الناتج الاقتصادي السنوي لإسرائيل 650 مليون دولار ولذلك يعني من هذه الأرقام نستطيع أن نعي تماما لماذا يعني هناك سياسة مبرمجة للضغط على الفلسطيني في هذه المنطقة الضغط باتجاه التهجير باتجاه يعني مصادرة الأراضي وأيضا وليس فقط ضمها لإسرائيل بكل الأحوال الحكومة الفلسطينية هي أخذت قرار يعني منع دخول الفواكه والعصائر والخضروات من السوق الإسرائيلي جاء ردا على قرار يعني وزير الجيش منع التصديم الإسرائيلي ولذلك أنا بأعتقد أنه بالرغم من كل الأثار السلبية المؤقتة التي ستلحق يعني بمزارعينا وتجارنا إلا أن هذا إلا أن هذلك سيشكل ردا استراتيجيا في المستقبل للجانب الإسرائيلي طيب سيد أبو خزيران هل الخطورة وصلت إلى مرحلة ربما تدفعكم إلى إغلاق هذه الشركات الخطورة هي خسارة مباشرة طبيعية تقليدي بحكم أن هناك شحنات لتخرج وبالتالي خسارة مبيعات ولكن الخطورة الأكبر هي خسارة السوق وبالتالي هذه هي النقطة الأهم في الموضوع نحن نخسر ثقة فيه نعم هناك خطورة لأنه إذا نتفضل مع الوزير الطمور والعشاب في منطقة الأغوار إضافة لأنه السوق الحالي سوق العشاب سوق سريع سوق الطمور بعد شهر أو بعد شهر الوقت من ذهب في هذا الموضوع الأخطر من ذلك الخسارة الاستراتيجية خسارة السوق ولكن طبعاً نحن مع قرار الانفكاك الاقتصادي هو أعتقد مصلحة وطنية وما أحد يختلف عليها لكن هناك شوية وجهة نظر أننا التكتيكات والأدوات التي تتخذها يجب أن تختلف لأنه اليوم نواجه في محتلاء أيم بالتالي أدوات يجب أن تكون مختلفة عنها يعني ننستطيع أن نقوم وقوم وقوم ومباشرة من حديث سيد أبو خيزران هل الحكومة بالفعل قادرة على الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال؟ الكل والجميع يتفق بأنها مصلحة وطنية ولكن هل على أرض الواقع قادرة؟ بالضربة القاضية لا بالتأكيد ولكن ضمن رؤية نعم يعني نحن ليست هذه السلعة الوحيدة التي العجول التي طلبنا بالانفكاك عنها نعم نحن بالقطاع الزراعة على الأقل عنا 10 إلى 12 سلعة رئيسية يعني على سبيل المثال الزيت، الزيتون، التمور، اللحوم، الدواجن، بيض المائدي، لحم الحبش، العنى بغير ذلك نحن واصلنا الاكتفاء ذاتي وبالتالي لا يدخل من السوق الإسرائيلي بطريقة شرعية أي سلعة من هذه السلعة نعم الفكرة أن الصراع مع الجانب الإسرائيلي يعني الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي أولت الحكومة الفلسطينية في هذا الجانب موضوع الجانب الاقتصادي نعم وهو أنا برأيي جوهر تمسك الإسرائيليين بالضفة الغربية لأن هذه المنطقة هي سوق استهلاكي وسوق رخيص للأيدي العاملة وبالمناسبة أقل المنتجات جودة من الجانب الإسرائيلي بما فيها العجول التي تستورد من دول العالم وتباع بالسوق الفلسطيني هي ليست من النوعيات التي تكون في السوق الإسرائيلي طيب معنا الوزير دعنا نتابع تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على إثر قرار سلطات الاحتلال منع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية هل السلطة الفلسطينية جاهزة بالفعل للانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال؟ اشتركوا في القناة معالي الوزير أعود إليك هناك رأي يقول بأن انفكاك الاقتصادي عن الاحتلال ربما وهم وهناك شركات جديدة لمستثمرين كبار جدد لديهم الآلاف من الأبقار المستوردة وبالتالي هو نوع جديد من الاحتكار في السوق كيف تردون على ذلك؟ يعني أولا حتى الآن لم تتشكل شركات الاستيراد حتى هذه اللحظة لأن الجانب الإسرائيلي منع الاستيراد ولذلك هذه التهمة التي يحاول أن يروجها بالأساس الجانب الإسرائيلي أنا كوزير زراعة تحدث بكل وضوح وباسم الحكومة الفلسطينية أن الاستيراد هو حق لكل مواطن فلسطيني يستطيع أن يستورد على أي سلعة موجودة ولا مجال للإحتكار أنا أعتقد أن استيراد العجول تشكل فرصة ثميني لقطاعنا الاقتصادي وبالتالي على كل الراغبين بالعمل بهذا القطاع أن يتقدموا إلى وزارة الزراعة وسيلاكوا كل الدعم لا وجود لأي احتكار لأي سلعة زراعية موجودة في ظل هذه الحكومة طيب سيدة أبو خزيران هناك تقارير تقول بأن هناك شركات إسرائيلية بدأت استغلال قرار تصدير منتجاتكم إلى الخارج هل تبلغتم من قبل الشركات بالخارج شيء حول هذا الموضوع؟ بلا شك أن المستورد يبدو حتى عن بدائر وبالتالي البديل الإسرائيلي هو بديل أنه منافس من ناحية الجود ومن ناحية السعر وبالتالي أكيد هذه هي خطورة ولكن خطورة أكبر أنا أعتقد أنه نحن كشركات فلسطينة نضطر أن نبيع الشركات الإسرائيلية وهذه هي المشكلة الأكبر التي خرجنا منها خلال الفترة الماضية وصلنا إلى مرحلة من التصدير مباشر إذا لم يكن خيار أمام الشركة الفلسطينية أو المزارع الفلسطيني بالتالي سيقوم بضعطه للأسف وليس خيار آخر لبيع الشركة الإسرائيلية وبالتالي نرجع إلى موضوع اتباعي الاقتصادي الزراعي لذلك أعتقد أننا في هذا الموضوع إذا كان بالأمكان وكان بالمقدور تجنب المواجهة في هذا القطاع وهذا القطاع هو القطاع أكثر ضعفاً في قطاعات الاقتصادية هذا من الجالب الجالب الثاني أن تكون هناك من ذلك المعال وليس خطة مبنية على انفكاك بما أننا نحتاج لانفكاك وتطوير قدراتنا الزراعية ويحاجة إغاية تغيير نمط الزراع في فلسطين مثلا نصدر إسرائيل بقيمة 50 مليون حسب تطوير 50 مليون نسونا 300 مليون ربما حسبنا المساحة الزراعية التي تنتج 300 مليون هي أقل من المساحة الزراعية تنتج 50 مليون معالي الوزير اليوم كان هناك من المفترض اجتماع للجنة الرباعية من ناحية الضغط على المجتمع الدولي وأيضا عربيا هل تواصلتم مع الأردن خاصة وأنها هي المنفذ الرئيس لتلك المنتجات يعني فيما يتعلق بالتواصل مع العالم العربي تحديدا الأردن يعني صادف وجود وزير الزراع الأردني في رام الله عندما اتخذ وزير جيش الإسرائيلي هذا القرار ولذلك تم النقاش هذه الألية ولكن نتحدث الآن عن معابر السيطرة عليها الجيش الإسرائيلي وليس أي دولة عربية أخرى بكل الأحوال بكل الأحوال أود لفت الانتباع إلى أن هناك ستكون أكيد خسائر سلبية وحالة من القلق بالسوق الفلسطيني ولكن هناك حالة قلق أكبر وخسارة أكبر في الجانب الإسرائيلي وأنا أتحدث عبر الإعلام وأعلن أن الجانب الإسرائيلي يبذل كل الجهود من أجل التوصل للتفاهمات وأنا يوم أمس من خلال تلفزيونكم وربما لبعض وسائل الإعلام أشرت على أننا اقتربنا كثيرا من الحل وهذا ما يدلل على أخي طارق والجميع على أن الجانب الفلسطيني هو أيضا تلقى وربما لذلك الإسرائيل خفضت من خلصة منتجات إلى ثلاثة منعات من التصدير إلى الخارج يعني بكل الأحوال بكل الأحوال هم يبحثون عن حل نعم وأنا أعتقد أن الحل الذي يريدونه الآن ليس في مجال الخضروات والفواكه فقط هم يريدون الوصول إلى موضوع العجول لأن هذا جزء من المعركة الانتخابية الداخلية لديها أشكرك جزيلا شكر معالي الوزير رياض العطاري وزير الزراعة والسيد طارق أبو خيزران صاحب إحدى الشركات الأعشاب المتضررة هذه الحلقة مستمرة ونصدف فيها بعد قليل مدير عام معهد ماس لأبحاث السياسات الاقتصادية رجل خالدي فتفضلوا بالبقاء معنا أهلا بكم من جديد ورحبوا بضيفي في الاستوديو مدير عام معهد ماس لأبحاث السياسات الاقتصادية السيد رجل خالدي أهلا وسهلا بك شكرا أهلا وسهلا يعني يقول البعض بأن مصطلح الانتكاك الاقتصادي عن الاحتلال هو وهم خاصة وأن الفلسطينيين سواء شعبا والحكومة يخضعون تحت احتلال يتحكم في كل شاردة وواردة إلى أي مدى يمكن للسلطة بالفعل تنفيذ هذا الانتكاك الاقتصادي عن الاحتلال؟ يعني منذ بدء الاحتلال هناك قطاع من الاقتصاد رجال الاقتصاد وحتى المفكرين يدعون بحتمية العلاقة القريبة والكاملة خلينا نقول مع الاقتصاد الإسرائيلي هذا كان دائما أقلية حقيقة في الفكر الاقتصاد الفلسطيني اللي كان دائما يعني يرى في العلاقة مع الاقتصاد الإسرائيلي عناصر كثيرة من التبعي لمشروع استطاني استعماري كولونيالي أوسع وبأن هذا الواقع السياسي صحيح يخلق أمر واقع نحن صارنا 50 سنة أو على الأقل 25 سنة منذ أسله بنفس الأمر الواقع لكن هذا لا يعني ولا يجب أن يقبل فلسطينيا للأسباب السياسية ولا الأسباب لأغراض تنموية دواعي تنموية مش لازم يقبل كأمر واقع بمعنى أنه موضوع الوهمية حتمية العلاقة أو عدم حتميتها هذا بين أيدين يعني طالما لا نعمل على تغيير هذه العلاقة وحيثا خلال 25 سنة الماضية بقينا نلعب حسب شلوط لعبة باريس وقوانينها واليوم لكثير أسباب سياسية قبل الاقتصادية باتت هذه اللعبة أصلا تغيلت اللعبة تماما بطلت باريس مطروح علينا اليوم شيء آخر لكن حتى قبل أعلان رؤية الأمريكية الأخيرة كان واضح بأنه البرنامج الحكومي الفلسطيني بالإنفكاك كان برنامج لابد منه كانش في مفار أمام هذا الرئيس الوزراء أو أي رئيس الوزراء أتى بهذه المرحلة إلا أن يطرح مثل هذه البرامج الآن واقعيتها تعتمد على كثير أمور لكن أهم شيء ننطلق من القناعة بأن القبول الأزل بالأمر الواقع غير مقبول طيب كيف عدم قبولها وأنه كما قلت لك قبل قليل بأنه إسرائيل يعني على أرض الواقع تنفذ سياساتها تتحكم بكل شيء صحيح على المعابر على الأرض كيف للسلطة بالفعل أن تقاوم ذلك والفلسطينيين على حد سواء يعني أكيد أي برنامج انفكاك من هذه القنوات التبعية خلالنا نقول يعني بناشي نقول انفكاك الانفصال على الاقتصاد الإسرائيل ما أحد طرح هذا الأشي وليس بمصلحة الاقتصاد الفلسطيني بأي أحوال إمكانت اقتصاد تابع لدولة مستقلة أو اقتصاد تابع تحت الاحتلال بمعنى أنه ليس ضرورياً إذا كان ضرورياً لأسباب سياسية عقائدية هذا شأن آخر لكن تهنى من هذا العصر والآن نحن في عصر أو مبأ أنه هناك بلدين اقتصادين يعني ونحن قريبين لبعض والآخرين لكن واضح أن السياق اللي نحن العلاقة واقعين فيها هذا السياق مرفوض وفيه محاولة اليوم لأول مرة أنا بعتقد منذ 25 سنة من الطرف الفلسطيني لتغيير هذا السياق لتغيير عناصر ومحددات هذا السياق واحدة منها من خلال موضوع الانفكاك يعني الانفكاك له معاني كثيرة يعني فيه أكثر من مصطلح فك الارتهان إحدى المصطلحات فك الارتهان من الاقتصاد كيف؟ فكيف طبعا هلأ رسمت الحكومة بعض الخطوات الأولى في موضوع التحولات الطبية على سبيل المثال في موضوع الطاقة أو الاستثمار الاستراتيجي اللي قائم منذ فترة بقطاع الطاقة وتوليد الطاقة في موضوع طبعا أخيرا في موضوع التجارة اللي هي أكثر أعلاقة حساسة وتأثر يعني بشكل ثوري على البشرة وشكل ثوري على الإحتلال على ذلك إذن كيف يمكن الخروج بالعلاقة الاقتصادية مع الاحتلال دون خسائر وكيف يمكن تنفيذها أيضا يعني على مراحل لا يمكن دون خسائر لا يمكن لا وما حدا بالداعي ذلك يعني اللي بالداعي ذلك بيكون مش دارس التدعيات بشكل كافي وما بفكر في حدا بقول ما فيش خسائر في خسائر وفي خسائر بجودة الخدار والفواكل اليوم موجودة في الأسواق الفلسطورية نعم هذه الخسائر أنا بتقديري شعب فلسطيني كفير بيتحمل جزء كبير من هذه الخسائر في الخسائر المادية الخاصة بإجراءات محددة مثل موضوع العجول أو موضوع المتنسيش إن هي ردة فعل إسرائيلي عقابي لفئة من الفئات الزراعية اللي أكثر هشة وأكثر ضعيفة أمامها تحاول مزيد من الإضعاء يعني بالآخر إسرائيل كمان ما دماش نلعب لعبة إسرائيل في التساوق مع موضوع فرق تسود لا لازم الحكومة تكون جاهزة يتعودها أو لا برأيه هذه السنة على الأقل بس كمان نحن بنعرف المزارع الفلسطيني وقطاع زراع الفلسطيني هو من يدعم الخزينة العامة الفلسطينية أيضا أو جزء منها لا أقول إن هذا قطاع حيوي قادر أن يتأقلم مع التغييرات اللي عم تسير حواليه وأثبت هذا القطاع الزراع الفلسطيني ذلك أثبتوا بأنه عم يصدر 100 مليون دولار أو 88 مليون دولار للسوق الإسرائيلي وحده يعني هذا فبالتالي هناك إنجازات حققها الشعب الفلسطيني أو حققها الاقتصاد الفلسطيني والشعب الفلسطيني رغم الاحتلال طب هم كل الضغوطات الأخيرة الممارسة على الفلسطينيين وآخرها خطة السلام الأمريكي أو الإملاءات هل هالوقت الآن مناسب للانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال؟ هو متأخر جدا لكن لم يكن وقت أنسب وأنا أعتقد أنه الآن بعد يعني هذا البرنامج بدأ قبل ستة شهر ربما أكثر مع العنقيد ومع التوجه للعمق العربي وعناصر ثانية من تحسين الخدمات لكن أخذ شكل آخر اليوم يعني الحرب التجارية اللي نحن دخلين فيها ربما لم تتحول ما كانت تتحولت لحرب تجارية كما هي لو لا لمحاولة فرض أو طرح الرؤية المدكية الجديدة أشكرك جزيلا شكرا سيد رجال خالدي مدير معهد ماسة لأبحاث السياسات الاقتصادية شكرا لك إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة إلى اللقاء